جمع غفير من قادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمحافظة الضالع أحيت اليوم فعالية الذكرى الأولى لاستشهاد قائد المقاومة الشعبية بمحور مريس دمت جبن العميد نصر الربية قائد عرفناه بالجبهة شديد الباس لا زال من هيبته عند العدا كابوس فعالية الذكرى الأولى لاستشهاد الربية التي وقيمت صباح اليوم في مدرسة الشهيد حزام بمدينة قعطبة بالضالع حملت رسائل عديدة تضمنتها فقرات المهرجان وكلمات القادة الذين حضروا الفعالية اليوم وفاؤنا للشهيد هو أن نستعيد مسقط رأسه وتراب بيته ومسكنه في الذكرى الأولى لاستشهاد عميد الشهاداء العميد نصر الربية نجدد العهد والوفاء ونأكد لأسرة الشهيد بأننا ماضيون على الدرب حتى النصر ونؤكد بأن هذا اليوم يمثل لنا ذكرى الانطلاقة ذكرى لمن أسس الانطلاقة ضد الحوثيين والمتحوثين ضد العفاشيين وهو الشهيد رحمة الله تغشاه العميد نصر الربية الجمعة التي حضرت اليوم لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد العميد الشهيد نصر الربية أكدت بما لا يدع مجال للشك على مكانة الرجل الذي كان يسكن قلوب الجميع ليست مجرد احتفائية لإحياء المناسبة فقد أشعلت هذه الفعالية الحماسة من جديد في نفوس لفاق درب الشهيد وقادة الجيش في الضالع محمد مريسي قناة بلقيس الضالع